مجال الشبكات ومجال الاي تي اكيد في فرق بين المجالين. عايزين نعرف ايه الفرق بين مجال الشبكات الواحدة ومجال الاي تي بشكل عام? الوظائف بتاع كل من ده وده ومرتبت متوسطها ايه? تفاصيل كتير جدا عن مجال الشبكات ومجال الاي تي. وعلى السريع كده حنقول برضو عشان اتقلت السؤال ده الفرق بين البرمجة وبين الشبكات تحديدة بعيدا عن المجال الامن الصيبراني بشكل عام. خلينا كده نبدأ في الأكشن على طول وأهلاً بكوا فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات مطور مواقع نبدأياً مجال الـ IT زي ما تباينه من اسمه أكده على طول هو مجال مش وظيفة مش حاجة ستة مش أي حاجة من الكلام ده ده مجال كامل للشغل هو مجال الـ IT مجال الـ IT بيندرك تحته حاجات كتير جداً عندك الشبكات يبقى الشبكات تحت الـ IT عندك كمان الأمن السيبروني ودول أشهر وظيفتين عندك DBA أو Database Administrator اللي احنا تكلمنا عنه قبل كده واللي هو جزء الـ DevOps أصلاً لكن الـ DBA برضو جزء كبير منه تتابع مجال الـ IT فيه IT Help Desk و Customer Service أو خدمة العملاء الدعم الفني تحديداً في خدمة العملاء فعندك الدعم الفني وعندك الـ IT Help Desk وظيفتين قريبين جداً من بعض هنعرف برضو تفاصيل عنهم دلوقتي وكمان عندك إدارة نظم المعلومات وإدارة نظم المعلومات دي لها System Administrator لو حد يعني عرفها بالإنجليش يبقى كل أو الخمس أقسام دول أو الخمس وظائف دول يندرجوا تحت مجال الـ IT حيجي في دماغك بقى أنا أتعلم كرصات إيه عشان أتعلم مجال الشبكات أو مجال الـ IT بشكل أوسع مجال الـ IT طبعاً يعني بوسط ده هو الأمن السابراني لوحده ليه كرصات كتير ومجال الشبكات ليه كمان كرصات اللي احنا هنقولها دلوقتي لأن الفيديو أساسه مجال الشبكات فمجال الشبكات طبعاً الأساسي عندك CCNA CCNB CCNB Secure لو أنت حابب تكمل أمن السابراني أكتر وMCSA طبعاً دي شهادة تانية MCSA وعندك كمان أجزاء من لينوكس وهاردوير الهاردوير اللي هو إنك إزاي تفك بقى أجزاء في الكمبيوتر إزاي توصل على الشبكة الأجهزة مختلفة عندك برينتر إزاي توصلها بالـ IP بتاعها إزاي تحدد لها IP معين والشبكة وكلها تقدر تطبع منها تليفون تعمل شبكة تليفونات يعني طبعاً تليفون بـ IP مش تليفون عادي أو حتى التليفون عادي يعني بص انت في الـ IT كده بتتشقلب عشان تعمل الحاجات دي خدمة العملاء اللي هي الدعم الفني تحديداً أو الـ IT Help Disc من مسؤولياته كمان حتى التسطيب كل لأنواع البروميج فعند أنت محتاج تفهم إزاي تعمل إنستيليشن لو أنت مش شاطر في الجزء دي برضو لأ حاول تتعلمها إنها تعتبر أساسيات الكمبيوتر الـ ICDL والحاجات دي كمان تبع عرف طبعاً ورد وإكسل والحاجات الاساسية أو في الكمبيوتر يعني وإنت كنت وصلت للـ CCNA وCCNB وCCNB سيكوري يعني أنت أصلاً معدل الحاجات دي يبقى الترتيب عندنا عشان برضو الناس ماتفش مني دلوقتي الترتيب ICDL دي اساسي يعني لو أنت مش فاهم في الكمبيوتر كويس بعد كده بتتعلم هاردوير زي تفك وتركب الأجزاء حتى لو من على اليوتيوب يا سيدي افهم بس كل جزء دي يعمل ايه وبيتفكي ازاي ويتركب ازاي ويتركب ازاي وزاي تشخص الأعطال بتاعته بعد كده حتتعلم الـ CCNA CCNB CCNB Secure MCSA لو حابب تشيل الـ CCNB Secure لو أنت مش هستكمل أمن سيبراني ما فيش أي مشكلة بعد كده حتتعلم ازاي تدير بقى شبكات بشكل عام وداتا بيز لو حابب تكمل كمان داتا بيز طيب مش حابب تكمل أو حابب أمن السيبراني ومش عايزة عادي كمل بقى وكمل المصار اللي احنا قلناها قبل كده في فيديو الأمن السيبراني فنسيب لك اللينك برضو في الدسكريبشن تحت. اما بالنسبة للوظيفة الاكبر وهي ادارة نظم المعلومات ده طبعا بتحتاج خبرة ما ينفعش تدخل في وظيفة زي دي تحتاج خبرة في الشبكات بتحتاج خبرة ولو بسيطة في الأمن السيبراني وبتحتاج كمان خبرة في أو ادارة القواعد البيانات طبعا الكبيرة يعني الداتا بيز الزغيرة زي ما قلنا بالكده الدفولوبر العادي حيقدر يقوم بالوظيفة بالكامل يعني مش هتحتاج شخص معين لكن لو الداتا بيز كبيرة يبقى لازم اللي يتعامل معها هو الدي بي اي اي او الداتا بيز ادنستريتور وهو المسؤول عنها بشكل كامل طبعا من دول الحاجات دي النتورك والسبنت والكلام ده زي تقسم بتاعة الشركة بالكامل ودي من وظائف مهندس الشبكات اللي حيكون مسؤول عن الشركة وكمان بتكون من وظائف قسم الاي تي في الشركة زي ما لطيك حتة انك تسطب بويندوز حتى تسطب برامج تسطب بالحاجات دي على مسلا نيتينجي از مرة واحدة تبقى فاهم ازاي تدير الشبكة بتاعتك بشكل كامل فلو خدت بالك هو من المجالات اي من مجال الشبكات والامن السيبراني او الشبكات وي المجال الاي تي بشكل عام من المجالات اللي مش سهلة لانها بتتطلب هاردوير كمبيوتر وي طبعا ما لكش دعوة بحطة الروبوتات او الهاردوير او مش هاردوير بالكامل جزء الامبيدد والحاجات دي لا الهاردوير في الكمبيوتر وملحقاته حتى لغاية البرينترز وغاية مكان التصوير لغاية التلفونات الاي دي اجهزة الفاكس الحاجات البسيطة ان بتتوصل على نفس الشبكة بتاعتك حتى هيجي يقول لي طب هي كده مطلوبة ولا انا هترب نفسي في الحاجات دي على الفاضي ولا اي الدنيا بالظبط لأ هي مطلوبة وحتفضل مطلوبة وبالعكس قدام حتبقى مطلوبة اكتر بمراحل لان مجال ال اي اي ده الحاجة الوحيدة اللي تصدق حتجلي معه هتقول لي ازاي عم ده ال اي اي حيدخل في كل حاجة طيب ما اقول ال اي اي ده عشان يوصلك على جهازك بيوصل عن طريق ايه? عن طريق او بعد اي 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 بالفاضي بجوجن عشان تأكسزه محتاج ايه? مش محتاج نتورك يبقى من غير النتورك من غير الشبكة اللي بتوصل لك الحاجة دي ليه اي ولا اي حاجة? فيمت الفكرة? فيبقى بتكون ان التكنولوجيا بتتطور انت محتاج الشبكات بشكل اوسع بكتير من الاول ومحتاج توصل اجهزة وتأمنها بشكل اوسع بكتير فيبقى المجال ده هو المجال الوحيد اللي اضمن لك مية في المية ان هو مش هيموت ان شاء الله يعني في المستقبل. وحتى لو الطلب عليه في مصر مش كبير اوي بس الطلب عليه في دول اوروبية يعتبر يعني هما بس عايزين اي شبكة وخلاص اللي هو اي حاجة ليه علاقة امن سيبراني شبكات لتبيز اي حاجة بالحاجات دي هو مطلوبة هناك بشدة كبيرة جدا. ومرتباتها اعلى في كتير من المرتبات اللي بنسمعها في الوطن العرب. يعنيها على طول السعودية والامارات من اعلى الدول اللي محتاجة شبكات حاليا وللاسف مصر مش بالدرجة اللي انت بتخيلها لكن مطلوب زي موقتك. مش بالدرجة الكبيرة لكن يعني هتلاقي ان شاء الله في خلال اربع خمس شهور ست شهور بكتير زي اغلب المجالات وبسبب الاوضاع الاقتصادية وحاجات كتير جدا. مرتباتها في مصر بتبدأ من سبع تلاف جنيه والحد عشرين الف حسب الخبرة وحسب حجم الشركة وحسب حاجات كتير جدا. بس دي الاسعار بتاعتك. في السعودية بتبدأ من تسعة تلاف ريال والحد تلاتين الف ريال. يعني لو اخبالك السعودية ببتقدر الناس بتاع الاي تين واش نالشدت انا الدنيا زي الزفت الصراحة. اه اما بالنسبة لدول الاوروبية باليورو بقى عندنا فهو من خمس تلاف لسبع تلاف لو انت خبرتك تلات سنين سنتين وطبعا يزيد كتير جدا مع الوقت ومع انك تكون اصلا مقيم هناك وحاجات كتير ممكن يوصل على فكرة اللي ربعين الف يورو ارقام يعني يعرف ما بدأت خالهاش تلاتين الف يورو فيعني بس البداية بتاعتك لو انت عندك خبرة سنتين وبدأت عايز تسافر هتبدأ ممكن بخمس تلاف يورو وادرب بقى اشوف اليورو اصلا يعني هيريجي الدولار حتى نفسه. طبعا ده هيعرفك برضو ان امريكا مطلوب فيها بكسرة. وبالتاني برضو هي في حدود الاربع تلاف دولار خمس تلاف دولار دي لو مرحلة بدايات تعتبر يعني اللي هي انت لسه الف ده في مجال الشبكات هناك. برضو بالمرة كده قبل ما ننسى حتة الفرق بينها وبين البرمجة هي يعني انا بالنفس برضو ارشح لك مجال انت شبكات بنسبة اعلى بكتير. ولو انت تخلت حاسبات ومعلومات او داخل المجال بشكل عام لكن حاسس انك مش ميل او ناحية كودنج او ان انت هتقعد قدام كمبيوتر ستعك كتير او كده وبتحب الحركة يبقى مجال الشبكات هيكون مناسب ليك اكتر بكل تخصصات او مجال الاي تي بشكل عام. برضو لو ما بتحبش قعدة مكاتب اوي او كده البرمجة بتقعد على طول على مكتب وقدام شاشة. لكن شبكات واي تي يعني بتتحرك بالنسبة اكبر شوية في الشركة في المؤسسة اللي انت شغال فيها. لكن لو خدت بالك ده حيوصلنا لحتة ان الفريلانسر مش هيبقى كتير اوي لانه بيتطلب دايما حضور الشخص نفسه. فانت مش هتلاقي مشاريع كتير اوي او مش هتعتمد في المجال ده على الفريلانسر بشكل واسع. هتعتمد عليه شغل لشركات بس. دي برضو نقطة تبقى هتطع في دماغك حتى لو في الخارج. بالنسبة كبيرة هتطلب سفرك واقامتك هناك. وبس ده كان كل تفاصيل كده المجال. اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم وقفتكم. لو عجبك ما تنساش تديني احلى لايك وما تنساش شوف الحلقات والحكاة والكورسات اللي فاته السنة الحلقات والحكاة والكورسات اللي جاة وانزل اشترك في القناة عشان وصلت بكل جديد وعشان ما تبقاش منه الهواء.